كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التغرى قل فأتوا بالتغرى فاتنوها إن كنتم صادقين فمن افتر على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت موضع لمناس للذي بكت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حز البيت من استطاع إليه سبيلا ومن قفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تغفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها وأنتم شهداء وأنتم شهداء وما الله بغافنا من ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا خريقا من من الذين أوتوا الكتاب وما ردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تغفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد ودي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله حق تخاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تغيد وجوه وتسوى توجوه فأما الذين سودت وجوهما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين أغيدت وجوهما ففي رحمة الله هم فيها خالدون